مشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية وحنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار ولكن اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي في الستوديو الكاتب أصحفي عادل أسنهوري نائب رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أستاذ عادل صباح الخير صباح الخير أدينة صباح الخير أكل مشاهدين خلونا بس نبدأ الأول بخبر عاجل الخبر هو عن المؤتمر اللي نقلنا بدايته منذ قليل على حضراتكم وهو مؤتمر حزب الكرامة المؤتمر بينتخب محمد سامي اسمحوا لي مشاهدين أن نحن نروح مع حضراتكم في جولة سريعة لأهم منشطات صحف النهاردة خلينا نبدأ بجريدة الأهرام في الصفحة الأولى في جريدة الأهرام نظام جديد لتوزيع الخبز حفاظا على الجودة وتعديل قانوني العقوبات والأحكام لمواجهة الجرائم الإرهابية من الأهرام نبيل فهمي بعد اجتماعات الساحل والسحراء مصر تستأنف مشاركتها بأنشطة الاتحاد الإفريقي قريبا الخبر الثالث بجريدة الأهرام حمدين صباحي وخالد علي غاضبان من تحصين اللجنة العليا للانتخابات وينصقان لموقف موحد من الترشح وجريدة الجمهورية المنشطة الأول إدانة عربية للإرهاب في مؤتمر وزراء الداخلية العرب إبراهيم ضبطنا 94 إرهابيا بينهم المتهمون بتفجير مدرية أمن القاهرة وجاهزون لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخبر الثاني من نفس الجريدة حبس مرشد الجماعة في قضية جديدة أما جريدة الأخبار عنان يعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية رئيس الأركان السابق مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ومازلنا مع جريدة الأخبار أبو نصر خلال لقائه باتحاد الطلاب مستعد للاستقالة إذا قسرت أما جريدة المصر اليوم خبرها الأول النهاردة كيري واشنطن ستتخذ قريبا قرارا حول استئناف المساعدات لمصر الخبر الثاني استشهاد مساعد وإصابة ثلاثة في هجوم مسلحة على أوتوبيس قوات مسلحة بالمطرية مجهولان يستقلان درجة بخارية فتح النار على القوة وفر هاربين والنيابة العسكرية تفتح التحقيق أما جريدة اليوم السابع تفاصيل اجتماعات القاهرة ولندن لاسترداد أموال عشرة من رموز مبارك مصدر مسؤولون بالبلدين عقدوا ثلاث اجتماعات سرية وجماله علاء ورشيد وعز والمغربي وغالي أبرز من تم فحص ملفتهم الخبر التاني في اليوم السابع والمخيف عبد المقصود يفتي بحرق سيارات الشرطة ومنازل الدباط ده الخبر اللي احنا خدنا مع حضرتكم عليه مدخلات في بداية حلقتنا وجريدة الوطن تزايد شروخ سقف مكبرة رمسيس الثالث بالأكثر والأثار المقبرة لم تغلق وسنقاضي مروجي الشائعات وأيضا في الوطن الأظهر تستعد غدا لبدء الترم التاني وصفحات الأخوان تتوعد بجولة جديدة من العنف طلاب الجماعة يهددون بالانتقام من الشرطة والأمن الإداري تحت شعار انتفاضة الترم الأول ستتقرر دي مشاهدين كانت جولتنا في عدد من الصحف النهاردة خلونا نبدأ حوارنا مع الكاتب الصحفي عادل أسانهوري ديفي في الستوديو مدير تحرير جريدة اليوم السابع خلينا نبدأ مع حضرتك بأهم الأخبار يعني احنا فتحنا نهاردة حلقتنا بموضوع في منطقة الأهمية وهي موضوع الفتوى أو الموضوع اللي هو أستاذ محمد عبد المقصود يعني أفتة اللي طبعا كل الناس قالت ان ده مش فتوى موضوع الفتوى دي يعني مسألة مش جديدة على أمثال محمد عبد المقصود يعني من قبل احنا شوفنا ممكن من التمانينات كان هناك فتوى تجيز قتل نجيم محفوظ وفتاوي يعني شديدة العنف وشديدة الترهيب وتسيء بالتأكيد لصورة الإسلام السامحة أمثال هؤلاء هم الذين يصدرون الصورة السيئة عن الدين الإسلامي وبالتأكيد الإسلام منهم براء لأنها مردود عليهم بآيات كثيرة جدا من القرآن أكثر من 130 آية بتدعو للسلام وتدعو إلى التسامح وتدعو إلى نبذ العنف لكن أمثال محمد عبد المقصود الهاربين أو المطلوب مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب برضو وترويع للناس يعني ليس أمامهم الآن سوى الانتحار في مواجهة الدولة مسألة باستخدام كل الوسائل بما فيها استخدام الدين لأن احنا شوفنا على مدار العام اللي حكم فيه محمد مرسي كيف تم توظيف الدين أسوأ استخدام أدى إلى حدوث مقاسي كثيرة جدا وانقسامات كثيرة جدا حتى داخل المذهب الواحد وشوفنا مسألة بين السنة وبين الشيعة والمسيحيين ومسلمين مسألة يعني هذا التوظيف للدين توظيف سيء جدا عاصرنا طوال المراحل الصوخة كل ذلك من أجل تحقيق أغراض سياسية على أرض الواقع الجماعة الآن يا جماعة مواجهة نظري انتهت تماما لم يبقى مها سوى المحاولات اليائسة والبائسة اللي بتستخدمها حاليا في مواجهة الدولة وفي مواجهة الشعب باستخدام كل أنواع العنف والترهيب وبالتالي يعني مسألة مش هيكتر عليها أنها كمان تستخدم الفتاوي الدينية وتستخدم الدين لصالح تحقيق أغراض إرهابية في الشارع أنا أعتقد أنه مرضود عليها واللغز الآن لماذا لما تم القبض على الشيخ محمد عبد المصود أو محمد عبد المصود لأنه كلام أنه مازال موجود في مصر وإذا لم يكن موجودا لماذا لما تم طلب تخديم طلب للإنتربول الدولي للقبض عليه سواء كان في قطر أو في غيرها من الدول الأخرى لأن مثال هؤلاء من الهاربين يعني قاعدين في فنادق خمس نجوم برة وبيحردوا شباب من وجهة نظري لا زنب له سواء أنه هو مسيطر عليه فكر خاطب من أفكار الإخوان أو أفكار التطرف وبيقدم نفسه لأسف قرابين لأمثال هؤلاء الهاربين يعني اللذين يدوني على الدين أصلا شيء ولمهاربوا في أول مواجهة من مواجهات الدولة يعني المتطرفين اللي بيصدروا دايما يعني مش فتاوي ولكن يعني أفكار متطرفة يعني في العديد من الشباب اللي بيتبعوهم طيب يعني خلينا نرجع للسؤال ده مرة تانية والنقطة دي نتكلم فيها بالتفصيل ولكن خلينا نروح نسمع كلمة حمدين صباحي في مؤتمر حزب الكرامة اللي نقلناه ونقلناه افتتاحيته لحضراتكم منذ قليل خلينا نروح للمؤتمر ونرجع مرة تانية لكامل حوارنا مع الكاتب الصحفي عادل أسانهوري طيب رجانر حضراتكم مرة تانية وشفنا المؤتمر الأول لحزب الكرامة اللي تم فيه انتخاب محمد سامي رئيسا للحزب بالتسكية وشفنا كمان كلمة السيد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة واللي طالب فيها بالإفراج عن جميع المعتقلين من الشباب وكرم كمان عدد من الشخصيات الثورية بحزب الكرامة بنجدد التحية على ضفنا الكاتب الصحفي عادل أسانهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع برحب حلقة تانية خلينا نرجع للنقطة اللي كنا نتكلم فيها على طول قبل ما ننتقل للمؤتمر وهي موضوع الدعاوي العنف والتطرف اللي بقت خلاص يعني مالية الشاشات في مجتمعنا يعني انت شوفي هي مشكلة بس أكيد لها جزور يعني احنا بنرد على هذه الفتوى بشكل لحظي يعني فتوى لمحمد عم أصود ودي مرضود عليها لكن هي المشكلة ان انت بتعاني من فراغ لمؤسسات الدولة الدينية الرسمية بقالك أكثر من 30-40 سنة لأنه دايما مهمة الدولة المصرية على مدار التاريخ كانت مهمتين رئيسيتين من 7000 سنة حد مسؤولية النيل ومسؤولية الدين تحديدا يعني ما فيش حد يتخلى عن الدين كده وتنتشر كل الأفكار المتطرفة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في مساجد وفي زوايا وفي بنصات لجماعات تبص أفكارها في شباب يعني كان بيتلمز طريقه أو كان بيهتدي لأي فكر ينتمي فللأسف وعى فريسة فأيدي هؤلاء على مدار يمكن أنا من منتصف السبعينات وحتى العام الماضي عشان كده احنا بنحيي طبعا وزير اللوقاف على المعركة الشرسة اللي بيقودها حاليا لاستعادة الدولة مرة أخرى لدور الدعوة في المساجد وفي الزوايا الدعوة والسطوة كمان بالتأكيد طبعا يعني مسألة هي لأن الفتاة وكان بتطلع من هؤلاء من خلال المساجد اللي كانوا بيسيطروا عليها وبالتالي بيكون لهم أتباع وأنصار وعنا كنتم نشوفنا نشوف مساجد كبيرة في القاهرة وفي غيرها بيسيطر عليها أمثال محمد عبد المقصود وغيره فبالتالي بيبس فكره المتطرف وفقا لأهداف ووفقا لأنتماءاته يعني أنا أظن أن الدولة عليها أن ترجع تاني لدورها الدعوي لنشر تاني رسالة الإسلام وصولة الإسلام الوسط زي ما كنا بنشوف تحديدا الأزهر يعني الأزهر والأوقاف عليهم مسؤولية كبيرة جدا خلال مرحلة الحالية والمرحلة القادمة لإعادة الدعوة السمحة الإسلام وإظهار الصورة الطيبة الإنسانية لهذا الدين العظيم بدلا من أمثال هؤلاء اللي يصدرين دايما صورة العنف والإرهاب والقتل للخارج عندنا السمحة لأنه بالفعل أنت يعني أي حد عشان كده يعني خلينا نتكلم بصراحة ذات ذات معدل الإلحاة خلال فترة اللي فاتت وكنا بنسمع عن أرقام لأنه بالتأكيد لما ييجي شاب يعني لسه بيشوف بيختار ما بين أفكار ويشوف هؤلاء يقولك أنه ده دين دين عنف ودين تطرف يعني فما فيش بدائل عند هؤلاء إما الحكم أو إما القتل بمعنى صحة فبالتالي هذه مسئولية الأزهر ومسئولية الدولة بشكل عام أنها بالفعل تعيد مرة أخرى الدين إلى أحضانها لمسألة عادة مرة أخرى نشر الدعوة الإسلامية بشكلها السمحة بالإضافة هي ومشدول بس الأزهر أو الكنيسة أو الأواف المسألة فيه أدوار أخرى يعني وزارة الثقافة لو تفتكر يعني كنا زمان يعني كان ملجانا دايما إلى قصور الثقافة والثقافة الجمهورية عشان نتعلم فيها رسم وتعلم فيها موسيقى ونشوفها ندوات ونشوفها مصرح ونشوفها كل شيء لما انتهى دور يعني وزارة الثقافة أو دور قصور الثقافة والثقافة الجمهورية في مصر ومع انتشار هذه الأفكار والسيطرة على مساجد وعلى جوامع بدأنا نشوف يعني فتاوي من أمثال هذه الفتاوي الأخيرة بل بالعبس كان هناك يعني فتاوي بالردة وفتاوي بالتكفير وفتاوي بالقتل وفتاوي يعني شفنا فتاوي ما أنزل الله بها من سلطان خلال الفطرة اللي فاتت بعضها كان قادم من بيئات لا تتناسب مع بيئة المجتمع المصري زي القادمون من أفغانستان وباكستان وغيرها من قراءات يعني غير يعني يعني مش عايسة أقول أنها يعني تسيل الدين الإسلامي وبعيدة تماما كل البعض عن البيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية للشعب المصري بحضرته العظيمة والتعايش السلم والتسامح الديني اللي عاش فيه طوال ألاف السنين طيب وستاذ عادل إحنا لو بنتكلم عن فكرة ودعاوية التطرفية زي اللي شفناها من محمد عبد المقصود يعني وحضرتك زي ما قلت إن ده دور الأظهر وغيرها من المؤسسات الكبيرة في الدولة ولكن الشباب بقى اللي تم السيطرة عليهم بالأفكار دي يعني فيه شباب طبعا بيتابعوا الجماعات دي وبدأوا أنهم يعملوا عمليات تخريب في جماعاتهم حتى فالشباب دول إزاي نقوم سلوطهم مرة تانية أنت أنت محتاجة لفتح حوار أنت تكتشفي مثلا يعني ممكن معرفش يعني لو لاحظت إنه الإرهابي اللي تم قتله في المنصورة كان في سنة ربع أصول دين الخلية البردو اللي في المنصورة الأخيرة اللي أعلن عنها وزير الأوقاف اللي كان سبعة معظمهم خريج أو طلبة في كلية طب وكلية تجارة المجمعة المنصورة يعني هيا المسألة لازم نسأل نفسنا الخلل فين الخلل في المناهج اللي في الجامعة الأزهر اللي سيطر عليها سواء الطيار السلفي فقا أو الأفكار بعيدة تماما عن الاعتدال اللي تتميز به جامعة الأزهر أو حتى الجامعات المصرية إذا كان دول اللي اعتدوا أو قتلوا حارس العضو اليمين في محاكمة يعني حضرتك تقصد المناهج اللي في الأزهر أنت محتاجة جهد ضخم أنت بتعالجي دلوقتي لازم بحواره لازم بحواره ولازم بالمساعدة يعني ليه بالذات من الأزهر الطلبة دول طلعوا يعني هما بيتعلموا أصول الدين يعني مفروض دول يبقوا أكتر الناس اللي لما يطلعوا من جامعاتهم هما اللي يعلموا الآخرين أصول الدين ولكن للأسف ده اللي مش بيحصل حضرتك أنا مش أظهر لك مفاجأة أنه معظم الأسف زي يعني بينتموا الأفكار يعني لا مناهج طبعا أنت بتشوفي مناهج بالمناسبة لا مناهج متشددة يعني طبعا متشددة وبتنحاز لطيار واحد وبتنحاز حتى لمذهب مذهب واحد يعني إحنا عندنا علامات التنوير في الأزهر لا تدرس كتبهم يعني حتى الآن يعني الشيخ محمد عبدالله لماذا لا تدرس كتبه في مناهج الأزهر وهو من أوائل أو رواد التنوير في مصر وفي العالم الإسلامي يعني هي المحتاجة عادة نظر في كل مناهج كامعة الأزهر اللي الأسف بتخرج لنا هؤلاء احنا عادنا يعني سكتين وعملين نقول الأزهر هو منبع الإشعاع وهو يعني رمز للدين الوسطي والسمح ثم اكتشفنا أنه العنف كله جاي بييجي من طلبة جامعة الأزهر إذن هناك خلل يجب أن احنا نعالجه خلال المرحلة القادمة مسألة محتاجة جهد كبير يبدأ من الآن يجب أن احنا نفتح حوار مع هؤلاء الشباب على الأقل لإطناعهم بأنه الطريق اللي هما ماشيين ده ده طريق الانتحار وطريق الانتحار مجاني للأسف دماء بتذهب مجانية من شباب احنا محتاجينهم في فيه أمور أخرى طب حدرتك شايف بعد كل الأفكار اللي تم بيها السيطرة على الشباب دول والدعاوة التكفيرية وغيرها وغيرها هل حيكون من السهل إن الشباب دول يرجعوا مرة تانية للطريق الصحيح يعني أظن لما يلاقي فيه منفذ أمل وفيه دولة بتستوعبهم أنا ما بقولش اللي مسك سلاح وبيقتل أنا بنتكلمش على ده أنا بنتكلم إنه ما زال مقتنع بالفكرة وما زال بتظاهر داخل الجامعة وعنده استعداد إنه نمسك سلاح أو ملوتوف أو غيره لمواجهة الدولة والتخريب للعملات التعلمية أنا أعتقد إنه فيه دور لازم تبذل مع هلاء الشباب بالتوازي مع يعني إعادة النظر وإعادة اللي هيكلة مرة أخرى في منظومة منظومة التعليم سواء في الأزهر أو خارج الأزهر لإعادة مرة أخرى الانتماء الوطني للتلميذ لأنه فيه مد كتير أوت لغت يعني احنا كنا مدرس حاجة اسمها تربية وطنية وكنا بناخد مش عارف حصص للتوعية يعني كل ده يعني لازم عادة عادة مرة أخرى دور الدولة للتعليم لأنه التعليم أمن قومي يعني في كل الدول العالم بالمناسبة الدول الرئاسمالية حتى 90 أو 99% هو تعليم حكومي يعني ما انضحكش علينا ونقول إليس هو في مدارس خاصة برا ما فيش حاجة يسمعها تعليم خاص برا إلا قليلا بالمناسبة ولا يستطيع أن يواجه البنية التعليمية الحكومية سواء في ألمانيا أو في انجلترا أو حتى في أمريكا أو في اليابان يعني 99% من المدارس للمدارس في اليابان أو الجماعات حكومية فمحد الشيقول لأنه في الدول دي بتنظر إلى التعليم كأمن قوم زي الصحة بالضبط دول أهم حاجتين بالنسبة لهذه الدول بتنظر لهم أن دول مهمين جدا ولا يمكن أن تتخلى الدولة عن دورها في القطعين دول تحدينا فبالتالي كان عندنا في مصر الكلام ده لازم الدولة ترجع تاني لدورها في التعليم عادة النظر في هذه المناهج في حصص التوعية والتربية الوطنية وكذلك بالنسبة للأثر مسألة محتاجة مجهود جماعي وليس فقط وزارة التعليم احنا محتاجين التعليم ومحتاجين الثقافة ومحتاجين الإعلام لمحاربة هذه الأفكار المتطرفة ومواجهتها وتحجمها على الأقل لأنه كلما تخلت الدولة وترجعت الدولة عن دورها ومسؤوليتها في مسألة مسؤوليتها بالدين تحديدا أنت بيظهر لكل هؤلاء من السبعينات لغاية دلوقتي هم دول المتصدرين للمشهد الديني وبس أفكار ودي في الآخر دين احنا بنجني يعني الثمار مر فعلا من الفطرة اللي فاتت وبروز أمثال محمد عبد المخصود أو عمر عبد الرحمن أو الزمر أو غيره كل هذه الوجوه اللي أطلت علينا يعني وخلتنا مش بسدقين أن احنا عايشين في مصر ولا عايشين في كندهار أو عايشين في أفغانستان أو حتى طورة بورة يعني تذكري المشهد الشهير جدا بتاع أستاذ مغطاب أستاذ القاهرة وهذه الوجوه كان منه محمد عبد المخصود اللي أطلت علينا يعني احنا ما كناش عارفين هل اللي احنا بنشوفه دي هي مصر حقيا اللي هي يعني علمت العالم وصدرت الثقافة له وصدرت الإسلام بصورته السامح له ولا احنا في أي مكان فيعني الحمد لله أنه ده تم إزاحته لكن اللي جاي محتاج مجهود أكتر كتير جدا في عملية التعليم والإعلام والثقافة يجب أن احنا نرجع تاني الدولة ترجع تاني تراقب هذه العملية تخطط لهذه العملية لأنه في النهاية بالنسبة لها دي أعمدة الأمن القومي الأساسية بالنسبة لأي دولة من الدول المتحدرة طيب أستاذ عادل وحنا بنتكلم عن جامعة الأزهر خلص الدراسة مفروضة أن هي حتبدأ في جامعة الأزهر حضرتك شايف مع بدء العام الدراسي وخصوصا أن في بعض طلاب الأخوان اللي بيهددوا بمزيد من العنف شايف الدراسة حتبقى عاملة زي بعد طبعا مطارقات الفترة دي كلها وبعد تهديدات طلاب الأخوان بالعنف اللي حيمارس في الجامعة أظن أن أنت لما يعني الدولة كشرت شوية عن أنيابها بالقانون يعني بأقولش بالبطش لما شددت وفعلت القوانين واللواقع في مواجهة أي خروج على النظام التعليمي في الجامعة أو على العملية التعليمية أو من يحاول تعطيلها أو من يحاول عرقلتها يعني إحنا شفنا لما رجعت الجامعة تحديدا نقول في عن شمس والقاهرة المسائل يعني لا تقارم بما كان يحدث الأول قبل الأجازة الطويلة يعني هناك شبه هدوء وهناك شبه انتظام في العملية التعليمية في بعض الجامعات الرئيسية يعني زي ما شفنا في عن شمس أو اسكندرية أو القاهرة ما زالت هناك بعض البقر الصغيرة زي في جامعة المنصورة وإن كان العنف خارج الحرم الجامعي وجامعة الأزر اللي تبدأ الدراسة فيها بكرة لا بد أن الدولة تفرض سيطرتها وتعيد هيباتها مرة أخرى ولا تحتاج إلى القوانين القوانين موجودة ولا تأخش بأي من بهذا الطريق أو بالطريقة دي طيب أنا دلوقتي عندي موضوع حرس الجامعة واللغة اللي حوالين الموضوع اللي هو في الآخر خالص قاله إن حيكون موجود قوات الشرطة خارج أسوار الجامعة شوفي حرس الجامعة دي مسألة يعني البعض مسألة بيستغلها حق رض به باطل المسألة دي منشآت دي منشآت عامة دي منشآت حكومية زي البنوك وزي منشآت السياحية وغيره أو زي المتاحب تي منشآت عامة مفروض أنك دولة بحميها فلابد من وجود تواجد شرطي يحمي هذه المنشآت لأن تي منشآت بالمليارات في معامل جوه في منشآت وفي مباني أثرية كمان زي الجامعة القاهرة على سبيل المثال فمحد الشيخلة الأوراوي يقول لي لا ده الحرس الجامعة مش الحرس الجامعة دي منشآت حكومية يجيب حرساتها لكن ما يؤخذ على الحرس الجامعة من قبل مسألة هو التدخل في العملات التعليمية ذاتها والتدخل في تعيين العمدة أو أساد الجامعة أو المعادين من خلال جهاز أمن الدولة السابق إنما مسألة أن هناك شرطة تحمل منشآت الجامعية ده موجود في كل الدول العالم يعني مش بدع لأننا نخترعش العجل خارج ولا داخل أصوار الجامعة لو استدعى الأمر بيدخل زي ما شفنا في بعض الدول لو استدعى الأمر بيدخل الحفاظ على العملات ده لو استدعى الأمر ولكن من المفترض على حد رأي حضرتك يعني إن يكون القوات الشرطة دي متواجدة داخل ولا خارج أصوار الجامعة متواجدة خارج أصوار الجامعة إذا استدعى زي قرار مجلس الوزراء لحق لأي رئيس أو المجلس على الجامعة لحق لأي رئيس جامعة إذا شاف الموضوع تجاوز عن الحد إنه يستدعى قوات الشرطة زي ما حصل في جامعة المنصورة الأسبوع اللي فات فالمسألة دي لمنشآت عامة يجب أن تحميها إنما هنت لازم تفعال اللوائح الجامعية والقوانين ضد أي خروج على القانون وإذا كنا عايزين نحافظ على منات التعليمية ونحافظ على هيبة الدولة يجب أن ينفذ القانون إعلاء دولة القانون فوق أي شيء يعني مع مرعاة أنه دول طلبة وإلى آخره ولكن في النهاية القانون لا يفرق بين طالب أو طالبة أو بين إنسان أو أخر طيب أستاذ عادل يعني إمبارح كان فيه عملية اختيال عدد من رجال الشرطة وللأسف هو مش إمبارح بس يعني إحنا بقينا كل يوم بنصحى على خبر مقتل جندي مقتل ضابط شرطة الاعتداء على حافلة جيش وإلى آخره طيب هل ده إحنا بنرجع مرة تانية كده لعصر الاختيالات بقى يعني شوفي أنت دلوقتي في الغزيع الأخير لهذه الجماعة إحنا جرمنا هذا الإرهاب من قبل وثبت فشله وحصلت مراجعات زي ما حصل الجماعة الإسلامية البعض بالفعل التزم بهذه المراجعات وما زال بيقدر دوره السياسي أو البعض بتاعت تماما عن مرصة العمل السياسي أنت بتكلمة على جماعة ما زالت غير مصدقة ما حدثت 80 عام هي بتبني لمشروعها للوصول إلى السلطة ثم في عام واحد استطاع الشعب بسبب مرصتها بسبب غباءها السياسي المرواحد أنه هو يزحى من على السلطة فغير مصدقة حتى الآن لأنها جماعة فقيرة في كل شيء وليس لم يكن لديها لا برنامج ولا بدائل للحكمة كل يعني تميزها وكل عبقريتها هو في ممارسة العنف وهذا ما نشاهده الآن أي أن ليس لأن ليس عندها بدائل هي تنتحر الآن وهي الآن أعتقد أنها يعني جماعة انتهت إلى أنها جماعة إرهابية في الأصل وده لأن الناس ما كانتش عايزة تسدها عند الانتخابات إنما الآن الشعب أدرك أن هذه الجماعة لم يكن لديها أي فكرة وأي برنامج سوى منهج عنف تربط عليه طوال أكسنة طوال تمانين سنة مرسته قبل صورة يوليو مرسته أثناء صورة يوليو ثم عادت إليه في التمانيات والتسنان ثم تعود إليه الآن ولكن يعني في النهاية سنتصر الشعب سنتصر الدولة لأنه لا يمكن إرهاب أن يكسر إرهاد الدولة سواء في مصر أو في غيرها يعني كان كسر أمريكا أو كان كسر أسبانيا أو لندن أو غيرها يعني أنت في النهاية هذه مجموعات إرهابية ستنتهي يعني عجلا أم عجلا ولكنها كل ما تمارسها محاولة يعني عرقلة البناء السياسي اللي أنت دلوقتي أعلنتي عنه وفي الطريق اللي هو فيه سبيل الانتهاء منه سواء انتخابات الرئاسية أو انتخابات البرلمانية وأظنه بعد يعني يعني عايزي أقولك أنه أن الغطاء الخارجي انسحب من على هذه الجماعة سواء في أفريقيا التي كانت بتراهن عليها أو في الدول العربية وأخيرها القرارات اللي أخدتها لدول مجلس التعاون التحديد السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء من قطر وبإدراج جماعة الإخوان والجمعات التكفرية الأخرى زي جابة النصرة وغيره على قوام الإرهاب أعتقد أن هذه ضربات قاتلة لمشروع هذه الجماعة وأنها في النهال الآن يعني هي بتلملم إلى أشلاءها لكن قبل أن تلملم أشلاءها فهي يعني بتمارس أعمال قبل أن تنتهي تماما وممكن أن تنا شايفين كمان كيري من ضمن الأخبار اللي أنت أرتيها أنه بيقول أنها هنرجع المساعدات وده أمر طبيعي جدا يعني الأمريكا في النهاية لما تلاقي مصالحها تعرضت مع دعمها لجماعة الإخوان حتى نتمي لمصالحها وده تريق يعني مش محتاجين أن نحن نذكر الناس به الناس عرفاء أنه في النهاية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عزمة وأنا شايفين أنه الأرض بتتزلزل من تحتها أنه مصالحها في النهاية مع مصر أيا كان الذي يحكم إخوان أو غير إخوان دعمت الإخوان وشافت أنهما جماعة فشلة لم تحقق لم يحقق لها شيء وأنه الشعب رفضها الآن مارست بعض الضغوط للحصول أكبر قدر من المكاسب من الإدارة المصرية الحالية والإدارة المصرية القادمة أدركت أنه خلاص يعني الضغوط فشلت وكل المؤامرات انتهت ما عليها أنها تتعامل مع مصر القادمة من طرق مصالحها الحفاظ على مصالحها هي مش أي حاجة تانية طيب أنا طبعا كان فيه عديد من المحاول كنت أحب أتكلم مع حضرتك فيها ولكن يعني للأسف دلوقتي حنتطر نطلع فاصل فأنا بشكر حضرتك بشكر ضيفي الكاتب الصحفي عادل صنهوري مدير تحرير اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك على تشرفنا شكرا جزيلا مشاهدينا نطلع دلوقتي لنقل شعائر صلاة الدهر ونعود بعد الصالة إن شاء الله لاستكمال أخبرنا